في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون انفراجا للأزمة الحالية التي يعانونها فرضت ميليشيا الحوث الانقلابية جرعة سعرية جديدة على المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها الجرعة السعرية الجديدة تأتي في ظل وضع إنساني صعب يعيشه ملايون اليمنيين بسبب سياسات الميليشيا التي أدت لانهيار مؤسسات الدولة وضع قد يدفع بملايين اليمنيين إلى حفة الفقر نتيجة ما قد يعقب القرار من زيادات في أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية وبحسب وثيق حصلت عليها قناة بلقيس فقد رفعت الميليشيا سعر اللتر الواحد البنزين إلى 350 ريالا ليصل سعر العشرين لترا إلى نحو سبعة آلاف ريال ويرى مراقبون أن الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية سببه الأساس هو تعويم المشتقات النفطية الأمر الذي أدى إلى تجميد عمل شركة النفط وجعلها مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية قرار تجميد عمل شركة النفط دفع بموظفيها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الشركة للمطالبة برحيل مديرها الموالي للميليشيا والمتهم بقضايا فساد عديدة ومنذ سيطرة الميليشيا على العاصمة الصنعاء في العام 2014 أقرت العديد من الجرع السعرية على المشتقات النفطية مساهمة أيضا في إنشاء سوق سوداء للمتاجرة بها الأمر الذي أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين وتعد المتاجرة بالمشتقات النفطية عن طريق السوق السوداء واحدة من أهم المصادر التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي في تمويل عملياتها الحربية ضد اليمنيين وتذهب تلك الأموال لما يطلق عليه مسمى المجهود الحربي